بسم الله والإبن والروح القدس الوحيد أمين تحلوا علينا نعنطه ورحمته وبركاته منا الآن وإلى الأبد أمين نشكر الله على محبته وعلى تدبيره لنا وقلوبنا اللي تقالد بأن احنا نكون موجودين النهاردة علشان نسمع عن الملح إذا فسد والله ما يسمحش أبداً أن يكون فينا حد يعني ملح يبسد عشان خاطر خطورة هذا المصطلح زي ما الكتاب قال أنه إذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجاً وتدوسوا الناس وفي الجيل معلمنا لؤى اتقال أنه لا يصلح ولا لمسجن فمصير مرعب يخلي الواحد فينا يعني يبقى حريص على أنه هو يظل ملح صالح وما يحصلش أبداً أنه يعني يتعبه أي نوع من أنواع الفساد زي ما شفنا الغلاف بتاع البطل بتاع المؤتمر أنه الملح لما بيفسد بيميل ويبقى خطير قوي وفي خطورة على الإنسان أنه هو يعني يبقى ملح فاسد نعمة ربين النهاردة هنتكلم عن الجانب السلبي للموضوع وبكرة هنتكلم عن جانب إيجابي نرد هنتكلم عن الجانب السلبي فهناخد موضوعين موضوع الأولاني يصنع عنا من رديئاً والموضوع التاني بإليل بنعمة ربنا لألا نخجل في مجيبه أكيد ما فيش حد فينا يعني يتمنى لنفسه أنه لما ييجي ربنا سواء المسيح نبقى في خجل الخجل لا معنى وحش معناه أن أنا أبقى مش مؤهل أننا أكون معاه في صحاب الماجد وهكون معاه في الأبدية السعيدة ده ملحق إذا فاسد بكرة بنعمة ربنا هنتوجه لربنا في مخاطرة الصبح وحقول له يا رب وإن تكن أفامنا تشهد علينا فأعمل لأجل اسمك يعني لنا عشان يا رب في إيه في محبتك لنا رجاء في نعمتك اللي تزيح يا رب كل فساد واللي تصلح كل أعوجاج موجود في حياتنا وبعدك بالليل هناخد إناهض الأبطال يعني نتحرر كلنا كأبطال وحتشوف أن الله برغم أي ضعف موجود فينا برغم أي فساد ممكن يكون موجود فينا تستبروأ أحباك من نعمة ربنا إن هو يشوفنا أبطاله يشوفنا قديسيه تخياله ويبقى كلامه ده تشجيع لنا ورجاء عظيم ربنا يدخلنا فيه فنبتج نعمة ربنا نرفع علمنا لربنا بالصلاة ناخد أول موضوع وهو صنع عنبا رديئا صنع عنبا رديئا على طول بتفكرنا بشعياء النبي فاحنا نصال لك وردينا يعطينا كلام في هذا الموضوع في شعر خمسة العدد من واحد لسبعة يقول قصة العنب الرديئ القصة ببساطة واضحة جدا من نص الكتاب يقول لأنشتنا عن حبيبي نشيد محبي لكرمه كان الحبيبي كرم على أكمة الخصبة فنقبه ونقى حجرته وغرسه كرم سورق وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا مع سرة فانتظر أن يصنع عنبا فسنع عنبا رديئا يعني عمل كل اللي عليه عشان الكرم يجيب عنب جيد كل تعبوا لقى في الآخر طلع إيه عنبا ردينا والآن يا سكان ورشالين ورجال يهوزة فاحكموا بيني وبين كرمي ماذا يصنع عينا لكرمي وأنا لم أصنع أولا إيه اللي قدموا العالم لولادي عشان يعني يقولوا العالم عمل معنا أنت ما عملتش معنا العالم قدم إيه أفضل من اللي قدموا المسيح بلاش أفضل لما مفيش مقارنة لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا سنع عنبا رديا فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي أنزع سياجه فيصير للرعي أهدم جدرانهم فيصير للدرس أجعله خرابا لا يخضب ولا ينقر فأطلع شوك وحسك وأوصي الغيمة أن لا يمطر عنك مطرا إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرسل ذاته رجال يهوزا فانتظر حقا فإذا سفك دم وانتظر عدلا فإذا صراخ مرمن للسالوس الخدوس عبارات خطيرة جدا بيتلخص لنا فكرة الملح إذا فاسبت ربنا عمل معنا عمل عجيب جدا 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 كانش إنسان يتخيله لكنها نعمة ربنا ومحبة ربنا إحنا هذا الكرم وربنا خلانا يعني كرم صالح عشان نطلع عينبا بس فينا بيطلع عينب إيه؟ عينب ردي ده يعني مقدمة سريعة لفكرة اليوم النهاردة السمر الصعب اللي بيزع عن ربنا ومننا لأنه ما أصارش معانا ربنا ما أصارش معانا ترمي في ودننا دايما ماذا يصنع لكرني وأنا لم أصنعه كان زمان في ترميمة تكمل وتقول ماذا يفعل غيري وأنا لم أفعل غيري عمل إيه؟ وأنا ما عملتوا لكوش قصة الملح في الكتاب المقدس في العهد الجديد موجودة في أربع أماكن في العهد الجديد أولي شاهد كلنا حافظينه وعارفينه اللي هو مادة خمسة في معرض النوعزة على الجبل لم ربنا بيقول أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا إيه؟ بماذا يملح كنيسة بتقرأ علينا النص ده في إنجيل الساعة السادسة وده السالسة الساعة السالسة اللي هي بتبتدي من تطوئبات وبعدين بتأمل في أنت وأنتم نور الأعلى الكنيسة بتقول لي أنتم ملح الأرض وتقرأ علينا في صلاة الساعة السادسة كنص تعبدي عشان تقول لي موضوع الملح ده موضوع خطير قوي موضوع خطير قوي إنك أنت تبقى ملح دي سمرت إيه؟ سمرت إيه الساعة السادسة؟ سمرت إيه؟ سمرت الصديق عشان أنت تبقى ملح خط بالك ده أنت نتاج عمل خطير جدا جدا ما حصلش ولا هيحصل ولا يتكرر تاني في الكون أنت نتاج تعب وعرق ودم ودموع ربنا سوع المسيح ضوال على ذاته وقطاع حتى الموت موت الصليم تقرأ في صلاة الساعة السادسة في الكنيسة أو في بيتك عشان تفتكر إن كونك تبقى ملح مدفوع فيك إيه؟ ثمان خالي فلا تفرد فيك ربك ده الموضوع الأولاني موضوع التاني موجود في مرقص تسعة ربنا بيقول لنا مرقص تسعة تسعة وردعين وخمسين ربنا بيقول كده كل واحد يملح بنار وكل نبيحة يملح بملح الملح جيد ولكن إن صار الملح بلا ملوحة فلماذا تصلحونهم؟ الزبيح كانت بالفعل تتعق كده بالملح علشان تنضف قوي وتبقى مستعدة للحريق أمام الله فالزبيحة لما ما تعملش بالملح مش تبقى نفع لو جالوا للكاهن ولا للغاوي ملحة مش صالح طب هيعمل إيه الراجل؟ مش يعرف يصلح الملح علشان يعمل زبيحة إيه؟ يعمل زبيحة كويسة عشان كده ندل يكون في أنفسكم ملح وأسلموا إيه؟ بعضكم بعضا هنا أنا بسمي ده عمل حصري للملح عمل حصري للملح إذا ولدي النص التعبودي حلو قوي عشان يعرفك أنك أنت كلك تبقى ملح ده نتاج الصليب نتاج التعب والدم والعرق والدموع والسراع بتاع الجلجوسة وفي الآخر إنت المسيح يموت ويقوم علشانك وبيك و لأجلك عشان تبقى ملح فاخد مالك واعتنسي النص التاني يقول لي الروح القدس هو النار بيهيئك عشان تبقى أمام الله ثبيحة مخبولة عبادتك وحياتك وصومك وكل جهاداتك وصهرك وتعبك في الفضيلة ربنا حتى تبقى ثبيحة مملحة بملح يعني النعمة لمساك وإنت إيه؟ بتقدم صمر مأهول أمام الله إذا كان عبادة إذا كان صلاة إذا كان صوم إذا كان أي أعمال إنت بتعملها الروح القدس يطهر وينقلي ويهيئك لتكون زميحة مقبولة الموضع التالت اللي فيه ذكر الملح موجود في نوع 14 نوع 14 والنوع 14 ده أنا بشوفه بصراحة صدمة بشوفه صدمة ليه؟ مجموعة مشيت وراء ربنا يسوع المسيح نفلوه 14 إلى عدد 35 يوجد الكتاب كده كان جموع كثيرة سائرين معه ناس كتير بشية مع المسيح ووصلوا له فجأة المسيح وقف وانتفت وقال لهم إن كان أحد لا يأتي إلي ولا يبغد مثل كان أحد يأتي إلي ولا يبغد أباه وأمه وأمرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه فلا يقدر أن يكون ليه تلميزة إنهم صعب؟ يا ربي احنا بشمروك فرحانين بيك وفرحانين بالكلام وفرحانين بالمعجزات اللي بتعملها وتنشبع من إيديك وتعليبك وانشوفك كده بتمهل على ده تعمل مع معجزة بتشفي ده بتأون ده بتطهر ده بتشفي ده بالنزفة الدم وتحرر ده بكلمة منا بتقمر شهاتين فتخرج إيه ده يا رب توقفت واللي ده بتغسلنا كده وعينك بقى ليها نظرات وتقول بقى اللي جاي وراي لازم يشيل صليب ويقرأ ويعمل كان بالنسبانهم إيه صدمة صدمة وابتدر ربنا أكلمهم عشان ما طولش عليكم تقدر ربنا أكلمهم على إنه التلمزة والتبعية ده ليها قاليها شروطها عشان تبقى ماشي مع المسيح فيها صليب بتشيله عشان تقدر تبقى تلميز وبعدين يقول لنا من أراد أن يابني مرجا يجلس أولا ويحسن حساب النافقة كلكم حافظين الإنجيل ده لازم تاخد بالك وانت جاي ماشي مع المسيح عشان توقع في العصالة لازم فيه حاجة إيه بتعملها وتستعد لها بعدين يقول لنا برضو في الآخر خالص بقى في العدد 34 يقول الملح جيد وإذا فسد الملح فبماذا يصبح لا يصلح لأرض ولا لمسبلة فيترحونه إيه؟ يترحونه خارجا ودي ما قلت عليها صدمة ليه؟ لأنه كتير مننا بيظنوا أنه هم ماشيين صحا ومعجبين بحياتهم ورديين بحياتهم ويسمعوا الكلام عن الملح وعن النور ويتشدقوا بالعبارات يكونوا فرحانين قوي ومتخيلين وهم صح بس يحصل موقف في الحياة موقف يكون صعب كده في الحياة أزمة ولا خسارة ولا أي حاجة تحصل كده تهز شوية الواحد تبص تلاقيه يقول لك كلام ويعمل تصرفات ويتعامل مع ربنا معاملة ما تقولش أبدا ندف يوم الأيام هو اللي كان بيتكلم على ربنا كده هو اللي كان بيقول ربنا عمل معايا كده وسوى معايا كده إيه اللي قرأ لك؟ ولم يسألوا أنا صدمت طب ما المسيح قاله كون تجاية تنشو قرأي خب ما لازم تسيد ولازم هتشيل صديق تبقية صديق بس له بركته وله يعني المنافع بتاعته له المجد بتاعه وله الكرامة بتاعته بس إيه اللي ما فهمتش يعني هي تبعية في أصلاها ما فهمتش فبالتالي إنت صدمت ما عملتش حسب النفقة فلا حاجة أليك الشياطين ويشوفه تبتدى يقول من زي نعم در عملت عشان خطر ربنا وسبت عشان خطر ربنا وفي الآخرة هو ما كملش وقف في نص إيه؟ في نص القريب فربنا جيقول حبيبي لا إحنا عايزين إيه؟ إحنا عايزين تكون منح صالح على شانت إيه؟ عشان تنفع عشان تبقى كويس هناخد ده التفصيل أكتر في سياق إيه؟ في سياق المطار الموضع الرابع اللي جي فيه ذكر الملح أول موضع كان هي يا جماعة قرارة تعبدية التاني حاجة كان إيه؟ مرس اه مرس اه عن الزبيحة الزبيحة ثالث حاجة صدمة صدمة الملح لازم يبقى عارف إنه هو عشان يبقى له فعل عشان يبقى له فعل عشان يبقى له فعل بيتوب بيختافي مش كده؟ اللي إحنا عايزوا من دينا المسيح الملح ما بيعيطش لو حضرتك بتخطيه على طبيقه ما بيقولك إش لا؟ ما بيعيطش ما بيصرخش ما بيموتش من إيديكي ويطير لف ده بيسيبك تاخد منه زي ما انت عايزة يقولك مدام في الآخر هيخلي الأكل طعمه حل أنا راضي بس إنتي تبني معجلة بالإيه؟ بالأكلة الملح كده ضاع؟ ولا أنت وظيفته؟ أنت وظيفته بس إحنا بقى كملح أحيانا بنستخسر مؤدن وظيفة وبعايزين نفضل الملح بس ده لو حضرت عندك الملح شوية أيوز يكتب على كيس إيه؟ تاريخ التالي وتاريخ صلاحية الحاقية الحاقية لا أسن والحاق ده كمان تاريخ الصلاحية بتاعك إيه؟ يعدي ويروح استخدم الملح في موضعه اتحرك أنت كملح وانت كملح في إيه؟ في الموضع بتاعك موضع الرابع بقى في كنوسي أربعة ستة يقول الكتاب ليكون كلامكم كل حين بنعمة مصلحة بملح بتاعلمهم كيف يجب أن تجاوبوا كل إيه؟ كل واحد هنا كتاب أخد لنا عينا من عينات السلوك ليه أفعال إيه؟ الملح خد اللسان خد اللسان وخد أخطر حاجة أخطر حاجة يعني بتدعب الناس وهي إيه؟ اللسان عشان كنا معلومنا يعموم اللي هتدرسوه في درس الكتاب هتكلم كتير قوي عن اللسان وحندرس موضوع اللسان فدي عينات من عينات السلاح الذي يجري الملح إيه؟ الملح في حياتها كل اللي فد أحباء الأربع حاجات دول العبادة الحقيقية والزبيحة الحقيقية والصدمة يعني التبعية الأمينة العصيلة لربنا وبعدين اللسان الحلو مع الناس اللي بيسالم جميع الناس كله إيه؟ بيبقى كلام يبني الناس كل ده إحنا بنخسره إذا إيه؟ إذا فسد الملح إذا فسد الملح يا ترى كان من النفوس ماشي وراء ربنا ولو تخيلت المسيرة والمزاهرة اللي ماشيين بيها وراء ربنا زي الناس اللي فروق 14 يا ترى لو وقف ربنا وبص وراء كده وقال يا جماعة لماشوا ورايا لازموا واطلوب منه كذا وكذا وكذا كان واحد هيكمل وكان واحد حمر كما السؤال ليك وليك وليك السؤال كان واحد بيكمل كان واحد عنده استعداد يبقى ملح عشان يبقى ملح حقيقي في نظر الله وصالح في نظر المسيح وتحوى في أتعام المسيح لابد إنه إيه؟ يبتدي يعيش بقى كونه ملح حقيقي يعني يدود ويخدم ويتعب ويتحمل علشان خاطر يبقى أمام الله صاحب كرامة كرامة البلح الإيه؟ البلح الصح إذا ماحتاجين نقفة الوقفة دي مع أنفسنا علشان خاطر يعني محدش فينا يخسر عمل المسيح لأجله عشان كلنا نكون منشهر لربنا في وقت بقى عصيب جداً بقى عصيب جداً نحنا في زمن أحبائي بقى زمن صعب هيحكى عن مبولس الرسول تنيزو تنيساوس بعد شوية صغيرين قبل باتهم أكتر في الموضوع أنا بس عايز أفرق في كلامنا بين ملح وملح مش عايز أقول بين فساد وفساد لكن أنا هقول تفرقة بين ملح وملح الملح في الأصل هو النعمة الملح في الأصل هو إيه؟ النعمة لازم ناخد بالنا من دي لأن الصلاح اللي فيها جاي من إين أساساً؟ جاي من ربنا كل عطية صالحة وكل تنهبة تامة نازلة من فوق من عند أبي الأنواق ودي وعدنا برضو يعقون هيكلمنا فيها واحد البنكم فأنا الملح في الأصل هو النعمة هو عمل روح القدس لو بنا سكن فينا روحاً خاص علشان يقول أنا حطيت فيه كل ملحي يا طرى هذا الملح أو الملح بهذا المفهوم ممكن يفسد؟ ها؟ لا طبعاً طبعاً لا الروح القدس إيه؟ لا يمكن أن يفسد حشابه طيب ده معنى الأولاني للملح النعمة أو نعمة الروح القدس أو الروح القدس نفسه وده فيش حاجة اسمها يفسد في هذا الموضوع يعني لكن عمل الروح القدس فينا بيخلينا إحنا كمان إيه؟ ملح علشان كده ربنا قال أنتم ملح للأرض لما قال ليأكل في أنفسكم ملح كان يقصد إيه؟ النعمة والروح القدس مزبوط؟ لكن لما قال أنتم ملح الأرض إلي قصد أن الروح القدس هيعمل أنا فيها إيه؟ هيغيرني؟ ويخليني أنا كمان إيه؟ ليه فعل الملح؟ يعني نفسي هبقى ملح ده بحسب كلام السيد أنتم ملح الأرض مزبوط؟ هذا الملح ممكن أن يفسد ونصد مصطلح الفساد على الإنسان لأن الإنسان بيملق إرادة وبيملق حرية يقدر يقول ربنا لا يقدر يعيش بعكس ما ربنا عايز يقدر يخدع كل الناس ويقدر يخدع حتى نفسه ويقدر يستع نفسه تخيالوا؟ وليهيش حيالي؟ الناس تقول عليه ده يعني قديس أقدر القديسين إنما في نظر الله أفاسق هنا بقى جاءت الخطورة جاءت الخطورة لأنه لما بيفسد الإنسان يغلط أكثر من غلط أول حاجة بضع نفسه أي حاجة بيفقد كرمته طبعا أصاد ربنا وأصاد السمائيين وأصاد الملايك بيفقد وظيفة مهمة جدا 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 وهي الشهادة للمسيح والكرازة اللي خلاص زي بالتقديم على الملح وبيضى مسؤول عن إعصار آخرين نظروا إليه وتعاملوا معه كملح وفي الآخر اكتشف أنه هو إيه؟ هذا جانب ده حاجة غريبة الملح ده لو فسد تبقى كارثة على الإنسان لذلك ربنا بيقول لنا احترسوا من إيه؟ إن الملح إيه بيفسد طبعا لفهم اللي قلناها دي بقى عايزين ناخدها من قصة مشهورة في الكتاب المقدس جاءت في خدمة إليشع النبي موجودة في ملوك التاني الإصحاح التاني والعدد 19 إلى 22 إليشع النبي تلميذ مين؟ تلميذ إليه النبي كان دوم سكن فيه أريحة لسه نازل المدينة ورجال أريحة فرحوا لما نزل إليهم إليشع ودوم فرقة كانت مشى معاه تعرفوا على الرجال أريحة وبعدين جوم عند إليشع أدولوا إلحى إيه اللي جرب؟ قال الرجال المدينة لإليشع هو ده موقع المدينة حسن كما يرى السيدي مدينة جميلة وقام المياه فردية والأرض مجدبة مجدبة يعني جردان في أشداء بس موقع المدينة إيه؟ حسن ولكن المياه فردية والأرض مجدبة فقال إليشع ابتني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا فأتوبوا به فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبردت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جد فبائئة المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطقه به خرج إليشع بملح في صحن جديد وراح نحيب نبع المياه اللي هو بيدي المياه إيه؟ لكل المدينة وخد ملح في صحن جديد ورماء في نبع المياه وقال قام الرب أبرعته هذه المياه فمنقت المياه طبعا لما المياه يحصلين للأرض هادول الأرض هتبتدي إيه؟ تتصلح وتطلع مزرعات يبقى الجمال من كل الأحية المدينة موقعها حسن والأرض بقت فيها زرق والمياه بقت إيه؟ بقت صالحة صالحة إيه؟ صالحة للحياة صالحة للشغل السر فين يا جماعة؟ والسر فين؟ ما السر؟ السر في ثلاث حاجات السر في ثلاث حاجات ملح، صالح وصحن جديد وبين الشخصية في الموضوع اللي شعب؟ ربنا صار نتيح هو اللي شعب؟ اللي بص إيه لأرضنا اللي بص إيه لأعلمنا اللي نظر إيه لأحل بشر يدنا ويشافها موقعها حسن إحنا موقعنا حسن عارفين ليه؟ إن العمل مين؟ عمل ربنا الصورة الأصلية الصورة الأصلية اللي إحنا عايزين نرجع ليها تاني هي دي موقع المدينة الحسن بس يجعلوا إيه موقع المدينة الحسن ده؟ بقى فاقد بقى فاقد للجمال بقى فاقد للجمال بقى فاقد للجمال ليه؟ أصل المياه رادية والأرض مجدبة بقى إنا شكل بس بقى إنا مدينة على الخريطة لكن مفيهاش مقوبات الحياة المياه رادية والإيه؟ والأرض والأرض مجدبة والأرض إن وحاجة ودي صورة العالم أحبا seinenهارده دي صورة العلم الازم العالم موقعه حسن بتلاقي تحضر وتلاقي مدنية وتلاقي رفاعية وتلاقي اروتصالات وتلاقي تكنولوجيا وتلاقي 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 ممادك وتلاقي حريات وتحس كده أّ البناة تغيرت خامس قال إيه اللي جرى في العالم يعني؟ إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى؟ لسه بارك بالتراكب مع سواء تاكس فبيقول لي مسيحي يعني فبيقول لي هنا إيه اللي جرى؟ تلاتين سنة عشناهم شفنا تطور ما حصلش النهاردة لما أشعوا اللي ابني على جهاز فيديو يقول إيه دا الممر بتاع دا؟ ليه؟ لأنه بفلاشة دي كده بيلاقي عليها عشرين تلاتين اربعين زي ما يكون الساعة بتاعتها عليها بليديوهات وبدل ما كاتلوك تجيب لي مكتبة دي كده عليها خمسين شريف لا أقول بحط على فاشوها هو شايف إن العالم تطور تطور دا هو ليه الأرض؟ دا العالم لموقعه إيه؟ حسن بس وولاد ربنا شايفينه إيه؟ وولاد ربنا شايفينه مياه رديا هو أرض إيه؟ وأرض المردبة أرض العالم يقدم حضار مختلعات ورفعية ولكن في الحقيقة العالم في نظر أولاد ربنا هو الأرض المردبة والمياه الرديا شوفوا بوليس يقول لي ديموسوس إيه؟ في ديموسوس الثانية ثلاثة من واحد لخمسة اعلم أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعزمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لولديهم غير شاكرين دمسين بلا حنو بلا رضا التالبين عديني نزاهة شعرسين غير محبين للصلاح خائمين محتحبين متصرفين محبين للذات دون محبة الله لهم صورة التقوى ولكن لهم منكرون قوتها فارد عن هؤلاء يعني ما تشاركهمش في اللهم إيه؟ في اللهم في إيه؟ لكن قالوا في الوصايا الأخرى اشتكل مع إيه؟ مع هذا الواقع هو دا العالم أحباي هو دا العالم اللي أولاد ربنا لو سابوا أنفسهم له هضيعوهما كمان كل واحد ياخد له حتة من الإيه؟ حتة من الفساد اللي موجود في العالم اللي يروح من أحيان دي بقى يبقى شيرب من المياه الرضية شيرب منها عارفين المياه الرضية دي؟ كانوا أهلئ ريحة دي شربوا منها واخذوا بالكم شربوا منها طب ما تعيشوا زي يوم لا ما نعشي زي يوم يا إيهشة إحنا تبعك إحنا عايزين مياه تانية عايزين حاجة بقى مياه تبردها النعمة فاشتهر مع أخوه بالإيشع وأبرى نبأ المياه فإحنا ورده مش عايزين أحباي نستحلى طعم مية العالم مش عايزين نستحلى السجوك أهل العالم مش عايزين يعني يبقى مرتحين لللي بيقدمه العالم لأن العالم ما بيقدمش إحالي خلاصة كل هذا الكلام هو الفساد الموجود في العالم عشان كده كتبت في المقدمة اللي طبعا لسه محدش لاحي بيقراها لكن أنا أقرلكم يعني هي مكتوب فيها ايه في الصحة التنينة في المص كده أنا أكتب الخطورة تزداد يوما بعد يوم النعمة التي صارت لنا بالتجسد والميلاد والفداء والخلاص للأسف بدأت تفتر عظمتها في عيون الكثيرين حتى أصبح حالنا مثار سخرية للأعداء وسلوكنا المسيح الذي رسناه لنا روح القدس كثمان الخلاص فينا صار فقط مادة لتنجيد القدسين الذين زينوا الكميسة كقامات استشهاد وقداسة ورغبان ورعاة لكن أين نحن من كل هؤلاء احنا خلاص وقفة القدس عبد البابا كرولوس مفيش قدسين بعده مفيش قدسين بعده خلاص بقت النمازج اللي مفرحانها أمبا طنس وأمبا بولا والشهيدة مارينا ومري جمس وأبا سفيد مالفين بقى رولوس لما بيتكلمنا كقدسين مالفين أبونا لما بيقول في قوله والتاس القدسات للقردسين إنت وإنت بتتناول أنت قديس عايش هيدة ولا لأ لأ بقى إينا بس معجبين بالنمازج القدسة اللي بتعمل معجزاتك مش مية دي القدسة مش مية للقدسة القدسة اللي بتعيشت ملح صارح حتى لو ما عملتش معجزات القدسة اللي بتعيش أعظم معجزة للإله يتجسد ويموت علشانك هي دي القدسة القدسة إنك إنت تشعر أنك مؤهل للسماء وتدخل السماء كده القدسة مش إنك إنت تعمل معجزات وطور تصلي وإيديك تجيب زيت ونكري وراء حاجات كتيرة مش عايز نتكلم حتى وصايا الإنجيل تحورت فقط للمدح على مستوى الفكر والافتخار لما تقارنها بغيرها حسب مدحا وافتخارا معديات التعجاب أما أن نعيشها فهذا خيال في نظر البعض ورجعية في نظر البعض الآخر ممن يتعون المعاصرة يقول لك لا 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 يتعوني خليه بقى هل هيكم يقول لك الناس تطلع بقى مفاقين تالي بقى تستحالة وهمية في نظر آخرين غلماتهم الخطيئة فيأسهم من إصلاح أنفسهم موهمين ومتنكرين لقدرة وعمل نعمة تقول لك لا يا عامة تقول لك ربنا ده صعب وصعه ربنا ده تقيلة مين قالي؟ مين قالي؟ انت اللي مش عايز تخش مش عايز تكون ملح فإيه التعمال في أسك أو في عدادك أو في إعجابك بحالك بقى إيه الخراص بدل ما تصلح نفسك من المراية من صورتك في المراية اللي كشفتك بقى تقول المراية لا المراية دي وحشة المراية دي وحشة نقص تكسر المراية لأ الصح ما كنت تقع في مصاد المراية وتشوف المراية كشفت فيك إيه وارب أنا أكاسف وارب أنا أكاسف دي مش صورة إنسان أنت خلقته وانت جددته الصريب والخيامة الصورة اللي حتى لنا الأخ ماجد واحد هو في مصاد المراية يشوف يشوف حد تاني يشوف مين؟ يشوف صورته الأصلية صورتك الأصلية دي؟ هي صورة ربنا يا صورة مسيحة لأنه صورة الله مسيح هو صورة الله وانت خلقت على صورة الله ومثاله نخد بالكم خلقت على صورة الله ومثاله المرحلة ما بيفسد لقد انت صورة الله موجودة فيه بس للأسف المثال الذي يعني الحركة بالصورة المثال ده اللي بيضيعها انتو بقى مشكلة كيف عاجبنا بالصورة وايه والمثال الصورة ده القصر ده قصمة الله في الكون في الإنسان لكن اللي بنفقده ويضيع ما لنا المثال المثال معناه صورة بتتحفرن في وسط الناس وريني فردنا ايه عشان خذوا انا المثال تعال اتعلم مني واخلكم على ايه على شكل في اختصار الملح الذي فينا نره يأخذ طريقه للتواري والهروب منها يعز علي ان اكتب لفظ ويرتبر بفساد الملح رغم ان ذلك قول السيد ووصفه ومن مع خجله ان الفساد فينا نحن وليس في الملح مطلقا زي بولت في الاول مفرع من ملح وملح نحن لما نفسد نصير ملحا فسدا انما النعمة كميلح الله فينا فهي المصلحة لطبيعتنا وليمكن ان تفسد بل تظل نقية تشهد على فسادنا نحن تظل صارخة تطلب صحنا جديدا يعمل به يسوع مثل ما اصلح اليش عن مياه المرة في ابيحة قديما اناءا وعيا يحتمل عملها وتجديدها المستمر ترى هل نكون هذا الصحن الجديد صعب يا اخوتي ان يكون مصيرنا حكم السيد لا يصلح ولا ايه ولا لبزمنها محدش يحتملها محدش ايه يحتملها واضح الكلام انا معنا يعني ان المقدمة دي نرجع نوراها ديني نرجع نوراها ديني عشان ناخد بالنا من نهى بتكمل تماما كلام الغزة بس عشان اعرف انكم ممكن ما تقرهاش فانا قريب جزء من نهى في الغزة عشان نفهم ان دي بتكمل دي تعالوا نرجع على الاريحة وناخد بعض المعلومات عن الاريحة مش كغرافيا ولا تاريخ بس احبت حاجات كده عن الاريحة في سفر القدار الصحاح الثالث والعدد الثلاثة بنعرف ضمنا كده مش نصا بنعرف ان عجلون ملك مؤام لما نزل على شعب اسرائيل كان له في الاريحة قصرا كبيرا لما ازل الاسرائيليين يبقى عجلون بل المؤام كان له قصد فيه اريحة فاذا كان العالم هو اريحة فعجلون هو ابليس عجلون جاي من عجلي يعني حد ضخم قوي يعني ابليس بيستعرض عضلاته عليك ابليس في وقت من اوقات كان بطل العالم مش سماها الكتاب رئيس هذا العالم ويسمها فولس رئيس سلطان الهواء ابليس عمل لنفسه في العالم مش قصر واحد ده عمل ايه؟ عمل قصور كثيرة سفر جمع يقول مدينة صغيرة فيها جناس قليلون نزل عليها ملك عظيم بنى فيها ابراجا عظيمة وجد فيها انسان حكيم مسكين نجى المدينة بحكمته بس يخسر ولا احد ذكر ذلك الرجل المسكين المدينة العظيمة دي كانت عرضنا بشريتنا نزل عليها ايوليس ملك عظيم في الشر بدى فيها ابراد عظيمة طبع ابراد خطيح غضب والشهوات والسرق والقبل والزنة كله 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 طلعوا والناس خلاص كل واحد ماشي لأبوك دويرا هتفتصوا لو 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 ان لا يحلم ايه؟ يستخبخ دورك من الامراج دي يخش يلاقي الخطيئة والنجاسة والزنة والكبريات والفساد وده 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 طب مين هيخلصنا من الملك الشرير ده يقولك لقوا في وسطهم ايه رجل ايه؟ مسكين حكيم من هو هذا رجل؟ مين هو سمعوني؟ قلنا يسوع المسيح أخفل فوته بحكمة عجيبة عظيمة ونجل مدينة بهذه الحكمة حين خالص الناس عملت ايه؟ لك ولا احد ايه؟ ذكر زالك الرجل المسكين يعمل ايه بقى الملك العظيم تاني؟ ييجي تاني ويبني ايه؟ يبني ابراد ليه؟ اصدقى جازم اهل المدينة يورد الرجل المسكين الحكيم ده خليك معانا خليك ملكنا انت حياتنا انت في ايدك خلاصنا ده انت اعظم مش كده؟ بس ما اعملوش كده؟ فرحوا بالنجال وفرحوا بالخلاص وسموه يروح فترة احمر راحة يعني الراجل يبني الملك الشرير العظيم ده ييجي تاني؟ يبني نفسه ابراد الناس نسيت الخلاص ونسيت المخلص فرجع ابليس يبني لنفسه ايه؟ ابراد زي عجلون يرجع من تاني يستعرض قوته على واحد غلبان مش عارف قيمته في المسيح يرجع يستعرض قوته وعدراته هو يزقر كنسد على واحد شايف نفسه إلا شايف نفسه ضعيف وشايف نفسه مش مستاهل المسيح وشايف خطياء اعظم من دم المسيح قولت لا موهم في ياتش انت ممح حصل حاجة فين هيصلحك المسيح ارجع بكرا هتقوله اعمل يا رب ان كانت خطيائي تشهد علي فاعمل لاجل اسمك هنقول ده ربنا ايه؟ هنقول ده ربنا بكرا ابليس بنا خصور هو لم يغتصبنا انما رحبنا به تحت دعاوي بقى الرفاهية والتحضر والمادية وكل بقى الحاجات اللي موجودة في العالم ومبادئ وفلسفات دي أبراغ طالعة ليه بليس؟ سببنا ما اسمش شعر اسرائيين جابنهم قادر اسمه ايهود ابن جيرا كان مصير وكان قشول دخل على عجنود والده ضربة بالسيف يعني خلاه ما ينفعش من اخر يعني خلاه ما ينفعش ايهود ابن جيرا استطاع ان يدخل قصر عجنود وقهر المسيح هامل كده هو ايهود الحقيقي نزل ودخل بيت القوي دخل برج القوي وعمل ايه؟ يقول القياده وسلم ايه؟ وسلم وسلم سبيان خلنا اولاده وخلان له ووضع في كل منا قوة روحه وملكنا سيفه الخاص سيف ايهود موت عليهم وسيف ايهود الحقيقي ما هو؟ السيف لا مصية كلمة الله حية وفعالة وامضة من كل سيف زيه مش عشان عملت بالصريب كده بقى السيف والسليب لا كلمة الله حية وفعالة وامضة من كل سيف المسيح لانا بزيه قديس في التجربة على الجبل من ثلاثة سبيع من اسبوعين قال له مكتوب بس مكتوب مكتوب خلصت الشغلانة تقدر تقول زي المسيح مكتوب ابحس على النهود ابحس عن الملح في حياتك بدلا منه قوماتنا العجلون نضعف امامه وتزور ارواحنا ونستسلم العبودية والخوف او نستسلم للنزة والاستهتار ولما الكنيسة تقول انتم ملح الأرض ننطف حيارة ننطف حيارة ننطف حيارة ناس معاها سلاح ومش عالفة تحارك به فنخسر المعركة ونشى في حساب النفقة في حساب النفقة بقى والمسيح قالها واحد خارجي حارف مالك المالك جالهم عشرين ألف وانا معايا عشر تلاحة اه معايا عشر تلاحة انت ضريف مابليس جايلك ما عالي صوته قوي معايا عجلون ما عالي صوته قوي تخوفك في العالم لما يحصل كده في قانون الحروب يقولك انت تخش المعركة وتخسر اعمل ايه؟ اعمل هدنة يا عامبه وامل صالح يعني بيخسر حاجة دلوقتي احسن ما تخسر كل حاجة بعدين ايه؟ اذا عملت كده معايا عالي صوته بقى كارسة نعم هتروح تقولك ايه عشان ما تخوفنيش ما انا اسيب لك دي توقع اسيب لك دي ما ابدأ لي اسيب بقى ومعنى انك انت تسيم معنانك هتسيم خالص هتسيم نفسك خالص وهتضيع ايه؟ هتضيع خالص تكون الكارثة ويكون الملح الفاسد واضحة ولا مش واضحة طيب في اريحة ربنا يا سواء المسيح قدمنا مثل السامير الصالح اللي جيت لقى عشرة عارفينو انتو مثل السامير الصالح انه روسي جاب يكلمه وربنا قال له تحب الرب اله تحب قريبك ايه؟ اتفازلك صاحبنا وقال للمسيح ايه؟ من هو قريبه؟ فرح مدينو مثل السامير الصالح يهودي كان ماشي في الطريق النازل كورشالين الى اريحة او من اريحة الى كورشالين طبع عليه النصوص درجوه جرحوه درجوه بين احي ومي عدى كاهم ما سألش عدى لاوي ما سألش ايه سامير صالح حنون نزب على دبته صب زيته وخمر على جراحاته وخلو على الدبه وده الفندق ووسى صاحب الفندق وطرك دينارين وقال له انفق ومهما انفقت ايه انا انا هدعوك عشان كده احبائي يا ترى انت شايف نفسك وانت اصاب وصية محبة القليل وانا بجلمك عن نفسك في المقدمة تقراها انت ملح انت نور انت خميرة ملح ونور خميرة ملح بيصلح ونور بينور وخميرة صالحها تعمل ايه بتنشر الملكوت كده في وسط الناس يا ترى في شخصيات المثل انت شايف نفسك مين الكاهن ام اللاوي ام السادري ام الغريب الصالح ابليس عمال يفتك بالناس الناس عايزين ييجوا من اريحة الى غورشالين بلد داخل في حتة بتاعت الكرازة الناس عايزين ييجوا من اريحة الى غورشالين الناس عايزين يعرفوا رمالة مريحة دلعالم وغورشالين بكنيسة عايزين ييجوا الكنيسة عايزين يحبوا ربانا عايزين يعيشوا الوصائم عايزين يخشتوا في الاصرار عايزين يتحاموا في الكنيسة اللي هي فل كنوح الحقيقي نطلع عليهم البصوص ابليسه واعوانه يطلعوا يجرحوا فيهم بالخطايا وبالضربات وده 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 يا ترى انت هتعمل ايه انت هتعمل ايه السادري الصالح ده هو الملح في الصحن الجديد ده اللي عمل ارادة ربنا ده اللي حقق معنى المحبة للقريب وطلعها المسيح من لسان الايه النموسي الذي قام يجرمه يا ترى انت هتعمل ايه ربنا جهزنا ملح صالح جهزنا ملح صالح ترى انت عامل ازاي معا اتعاب الناس وقال مع ضعفات الناس كلام بن اكتر للكهنة امثالي العره ده كلام بن اكتر للكهنة والخدام والخدمات كل انسان بيتعامل مع ايه بيتعامل مع الناس ربنا موجود ما عايز يعمل مننا ساميري ساميري صالح شوفوا اسم القديس كيرولوس الكبير اسمها يا حمل الله بطول كده يا رب اجعلنا هياكل مقدسة لحلولك واواني مطهرة لقوبلك مطلعها يا حمل الله الذي بقى وجاعك حملت خطياء العالم اغسل الناس خطياء يا رب اجعلنا هياكل مقدسة لحلولك واواني مطهرة لحلولك يعني انت بتتناول انت بقيت الصحن اللي فيه ملح جديد او بقيت صحن جديد فيه ملح تجدد كمان النعمة تجدد نفسها جواك ولا انت بتقوله روحك القدوس جدده وفي احشاء كلمة متعدين تناول الخط انت بتخرج به كأنك اليشع ماشي ومعاك ملح بصحن جديد يا طرى الناس بتأملك بتشوف على وشة النعمة ولا لا بتغيرك رؤيتك ولا لا انت حامل للفضيلة ولا بقينا حاجة تاني بقينا حاجة تاني الملح اذا فسده في عصر السيد المسيح كانت تسكن في اريحة فرقة كاملة من الكهنة ومن اللاويين عشانهم قريبين من الخدمة في أوروشالين والطريق الطريق من أوروشالين من أريح الى أوروشالين كان فيه بيعدي فعلا ناس كتيرة من الكهنة وان لو شاكلت لهم ان المثل ذكر مبساطة خالص انه عبر كاهن وعبر ايه وعبر لاوي انا وانت بقى هما دول المفروض انه يختفي فينا يسوع ولا يتبغي ان نتجاوز الجريح اللي بنسلخها بالطريق لا لا خلينا نتبنى بقى ايه مثلك الملح الصالح انه نبقى عاملين زي الساميري الساميري الصالح الساميري الصالح يعني انا لما الكاهن عده وسابه وراح يصنف الهجل او لما الله يعده وتجاوى اوجازه مقابله وراح يجهز بالكاهن الزبيح يصدخاله ولا يعمل هذا ما كان المسيح يقبل مثل هذه الخدمة صح ما كان المسيح يقبل مثل هذه الخدمة وانا وانت وانتي حينما نعظر حينما نعظر على ضعفات الناس وخطايا الناس واحتياجات الناس اللي بيصرخوا واقفة صلي واقدم زبيحة واعمل كذا ما كان المسيح يقبل مثل هذا انه الملح اذا ايه اذا فسب اخاك يحتاج منك الوعونة وأنت تتعامل عنه ما ينفعش تعمل كده فيه اريحة سكنة زكة في لؤى تسعة عشر مسيح يزور بيت زكة وزكة يتوب توبة جبارة ملح المسيح فينا يجعلنا نبكي على الخطى الذين يسكنون اريحة ملح المسيح فينا يجعلنا نبكي على الخطى ونسعى لتوبتهم قبل فوات الاوان روح واخد معاك المسيح اعمالهم ما تعملش زي الناس اللي راعوا مع المسيح في المزهرة وبعدين اول ما لها المسيح داخل بيت زكة تبدأوا ايه ينتقدوا عمل المسيح هو هتنتقد عمل اللي بيعمله ربنا يسوع المسيح ساعتها هتنتقد المسيح وهتدينه وهتدين الخطى وهتخصد خالص وتبقى الملح اذا فسب في اريحة شفى يسوع بارتيبانوس الأعمى ورفيقه لما صرخ يا الناود ارحمني يا ترى انت هتعمل ايه وانت ملح هتعمل ايه هتقول له اخرص واسكت ما تزعكش السيد سيهو ماشي في الفرحان بالناس وانا هتقول له ثق انه يناديك ثق شافك جيش كيلك اهدى هتعمل ايه الملح الفاسد يروح يقول له اسكت عايز المسيح لنفسه بس لنفسه بس انا مش عايز غيصة تزحم المسيح انا عايز اتمتع بالمسيح قدر امكاني تقول له اسكتانية ما بيصرخ ما بيصرخ يعني دروت ارحمني تحرك تحرك مع ايه مع الناس ومشعرهم بالمسيح الذي يسمع الصرخ الذي يمكنه ان يمنح البصر والبصيرة والنعمة ونور في القلب اي ملح انت وانت تتعامل مع هذا الواقع معايز اقولك حاجة كمان يمكن بارديماوس الاعمى ده كان بيصرخ من عها خارجية ده في ناس مفتحين وحلوين بس جواهم عهاد داخلية واقعهم بيصرخ حلهم بيصرخ منظرهم بيقول خلي عندك احساس باللي جوا باللي جوا الناس مين يشعر به هؤلاء يشعر بيهم الملح الجيد يشعر بيهم الملح الجيد اللي بيدي على واحد يقوله انت شكلك تعمل انت محتاج حاجة يقولك عرفت مين عرفت مين يامون انت عرفت مين سدقوني انت عرفت مين وعلى مستويات عديدة نفسية ومادية وكل حاجة الملح الصالح يبقى يبقى صالح بجد هذا أحبائه هو الحال ونحن في التحدي الذي يواجه كل أولاد الله كهنة ورعاء وخدام وتلميذ وتابعين ومؤمنين عالم قد صار أريحا الأرض المجدبة والمياه الرضية برغم موقع الحسن برغم الجمال الذي فيه برغم الرفاهية والتقدم والمعجزات الملمرية اللي موجودة في العالم للأسف بقى مرتعا لإبليس وللصوص وخليقة الله ضربتها الخطيئة من جديد ضربتها الخطيئة من جديد وأصابت منها مقتلاً أنا كاتبها بالحرف أصابت منها مقتلاً هذا بمحبة المال والقسوة مثل ذكا وذكا بالعمل روحي وضلال القلب وده من فساد العقل وشقة الأفكار بالإلحاد والفلسفات والدعاء الحرية وقائمة طويلة من الفساد مطلوب من شعب الله بالحق يغير كل هذا بصلاح الله الذي فيك ولكن لا يمكنك أن تفعل هذا إلا تهرب أنت أو أنت وأنا من الفساد الموجود الموجود في العالم تعالوا تشخص الحال باختصار من جهة العبادة بات السطحية هي اللي في حياة الكل أو الأكثرين ومطلوب من الملح عبادة حقيقية من جهة الوصية كسرتها الأغلبية واقتخرون للأسف بهذا واستصعرها البعض الآخر ومطلوب من الملح أن يعيش الوصية من جهة الخطاة ضالون كثيرون مات الأجلهم السيد يحفظون الملح من جهة الفضيلة صار من يملك فضيلة هدفه إنه يكسب مديح الناس يفسد مجد على الأرض وليس تمجيد السيد المبادئ للأسف اختلت كل الموازين اختلت كل الموازين التوجهات للأسف السلبية ضدت كل حاجة والهد للمنيان صار المسار من جهة الكرازة العالم انتلق بالشر والدنيا اتمالت كلام دنيا اتمالت كلام كلنا في الموبايلاد بتاعتنا أنا شخصين بيجيني كل يوم حوالي مثلا من 10 إلى 15 ليه ممكن عزة وكل عزة مثلا ساعة ولا ساعة بربع 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 هسمع ايه ولا ايه ولا ايه أنا عايزة أغيش عايزة أتغير عايزة أتغير عزة واحدة زماني جابت للمسيح 3000 نفس النهاردة 3000 عزة بتكيب كم نفس للمسيحة العالم تلق بالشر والحديث عن الخلاص صار عذاب بالألاف دون تغير العالم يدمر نفسه ولا أحد يبكي عليه عشان كده مهم جدا نعمل زي الرجال نعمل زي الرجال الاريحة عملوا ليه الرجال الاريحة الحدوين دول جريوا على مين الحق يا معلم الحق الحق المدينة موقعها حسن بس اللي يهرد هي والأرض مرجعها فرح بيهم بليش ولا رفضهم وربعهم هاتوا بسرعة ملح فزح جديد جابوا ملح فزح جديد بيه جمية شهيدة بسرعة حركة مش بكسل مش بتراخي مش بلوع مش بعدم طاع ما كل دا يسوي الملح فاسد خد بادك اللي تحط في الصحن الجديد دا مش ملح جابوا كل واحد من عند البق أول من البق بفعمراته لا دا كل واحد جاب قلبه كل واحد جاب تمامه كل واحد جاب فكره كل واحد جاب مشاعره كل واحد جاب اهتمامه وروح جاب حبه وروح جاب اشتياقاته نحطها له في صحن وده اللي صلح ايه ده اللي صلح المية محتاجين نعمل كده يعمل المعروف عشان خاطر يخرج المسيح من جديد ويجي من تاني ربنا ويجايله مكان في وسطنا ويتقدم بينا بينا الملح في صحون جديدة خطم بينا ويصلح ايه ويصلح العالم انا خدت مصر عظم بتحضره بس فاكتفي كده واذا كان يسمح ربنا بوقت تاني فاكمل معاكم ماذا لو كان رجال اريحة راحوا ويكسل وطراخي وا 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 انا امتعها دمجا كده عشان الامح بس للملح الفاسم لكن هما راحوا بالمشاط راحوا ملح ايه ملح صالح ارجو ان انا نكون دخلتكم في موضوع المؤتمر ببداية واضحة اهه تحسسنا احنا عايزين عايزين نقول ايه وعايزين نوصل ايه الله يبارك في هذه الكلمات يجعلها سبب منفعة ويكمل ربنا معنا بداية له كل الملد والكرامة من الابد التاني ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا